شاهدين يسعى الكثير مننا ومن الناس إلى عيش حياة صحية ويمكن هانئة إلا أن في الوقت الحاضر يمكن أصبح الموضوع شوي صعب مع ما تشهده الحياة من تطور في جميع جوانب الحياة الأمر اللي يؤثر أحياناً بشكل سلبي على طريقة العيش الصحيحة لكثير من الناس فلكل منا نمط حياة مختلف عن الآخر ولكن بنتحدث أيضاً يا حمدة هل هناك عدوة من الآخرين أو لا أيضاً يعني نتمنى أن تكون العدوة كلها إيجابية من الآخرين كيف تكون سلبية ولكن أيضاً هل فكرت اليوم كيف من الممكن نحن نتبع العادات من الآخرين كيف من الممكن أن نغير أنماط حياتنا بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع كيف من الممكن أن نغير نمط حياتنا بالطريقة الأفضل من خلال مخالطتنا للآخرين مع ضيفنا الآن بالاستيديو الأستاذ فهد قصاص طبعاً خصائي تغيير نمط حياة صباح الخير صباح النهور كيف كنت الحمد لله تمام طبعاً في البداية يمكن مصطلح تغيير نمط الحياة يمكن كنا نقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ما نعرف المصطلح الحقيقي أو الفكرة وراء هذا المصطلح لو تقربنا من هذا المصطلح أكثر أوكي تغيير نمط الحياة هو اسمه نمط حياة لأنه تغيير كلي بيشتغل على كل أجزاء حياتنا جزء الرياضي جزء النفسي وجزء الصحي لأنه حتى تكون جزء حياتك متكاملة بدك تشتغلي على كل شي لأنه إذا فيه جزء مش مرتاحة معه أنت رح يأثر عليك فهو تغيير نمط الحياة لو أحد بيشتغل على كل أجزاء حياته ليغيرها بس أكيد تدريجياً يعني بيبني هالعادات تدريجياً صعب الواحد يغير كل شي مرة واحدة فبدي يشوف هو شو قادر يبلش فيه ويغير نمط حياته لحتى بعدين على المدى البعيد صير هالعادات لا شعرياً لواحد عم يعمله صحيح أستاذ فهد معرف إذا أنت وياي في هذا الموضوع ولكن أغلبية خلينا نقول الأمثال الشعبية اللي موجودة والتي توارثناها عن الجدات والأمهات يمكن كان لها شوي من الحقيقة ومن الواقع اليوم اللي نلمسها فعلاً مثل 21 يوم إذا اعتدت على أمر معين بيصبح عادة يومية ومن عاشر القوم 40 يوم أصبح منهم خبرنا هل هذا الموضوع صحيح؟ بالنسبة معي أني صحيح لأنه حتى نغير أي عادة بدنا وقت بدنا نعطي وقت لحالنا فهي بتاخد مش ضروري 21 هني قالوا ما في شيء اللي قال 21 يوم بس اللي أصدم فيها أنه بدي وقت مجرد بك ففي ناس أنه بدي تشوف نتعرف ناس بتحب تشوف نتيجة سريعة فما يتوقع عندك أي عادة سائعة عم تعمليها صلك فترة طويلة هاملة حالك أو شيء ما تتوقع أنه بيوم وليلة راح تتغير ففكرة 21 عندك تعطي وقت لحالك حتى يتعود جسمك وتتعود يا عهل عادة تعمليها لا شو عليها نصير جزء من حياتك نعم أستاذ فهذه ممكن ذكرة مروه في بداية حديثها أننا دائماً ما نطمح إلى تغيير خلنا نقول أسلوب حياتنا بالطريقة الأفضل من أين نبدأ؟ إذا كنا محطين هذا الموضوع في بالنا وكان هذا هدف من أهداف حياتنا من وين نبدأ بتغيير نمط حياتنا؟ أوكي سؤال كتير حلو كتير عالم ما بتعرف نمط تبلش يعني كتير عالم بتعرف أنه أنا بدي أكل صحي بدي أعمل رياضة بس تطبيق هو بيجي هاي أصعب جزء الواحد أنه يعمله فهي الواحد بدي يشوف عشانك أنا بس أعمل كونسلتيشن استشارة يعني بش رد الشخص شو بدي يعمل بالضبط على حسب كلنا مختلفين عن بعض فهو الواحد بدي يشوف وين قادر يبلش يحط أهداف صغيري يعني أكتر شيء قادر هو يسيطر عليه بعاداته وأكتر شيء هو عم يعاني فيه بده يغيره تدريجيا فالعادات السيئة لنغيرها لعادات منيحة بدنا نشوف أي عادي سهلي أول شيء نختار مش عادي صحبي عادي سهلي من قدر ندخلها بيومنا يعني بعد مثلا أنا أول ما فيه نحن مفارش سناننا صاح الصبح فبدنا نشوف شيء عم يصير بعد أي إيفنت أو أي شيء معين عم يصير لحتى نعود حالنا دائما عم نعمله مثلا أنا بدي فيه الصبح بدي أعمل خمس كوشب أنا بذكر حالي بدي أعمل هاي العادي تغيير نمط الحياة في حياتهم وأصبحوا ناجحين في حياتهم قالوا بأنه بدأوا التغيير من ترتيب سريرهم هل هذا فعلا الموضوع صحيح ولماذا يبدأ من موضوع السرير لماذا السرير لأنه معك مثل ما قلت أنا أي شيء تغيير بسيط هو تغيير يعني أنت بفقتي يمكن هذا الشيء عادية يؤدي لي تغيير جذري بس هذا أنه أنت خلص عقلك البرمج الصبح رتبت أنا تختي عملت شيء خلص أنه مبلشت تنظيم يعني كل شيء بحياتنا بدأ يتنظم فأنا نظم تختي هيا عادي بسيطة رفتي كيف أنت عملت أي إنجاز بتعملي شو ما كان صغير رح يؤدي لإنجاز أكبر عملت هيك جوعة عملت هذا الإنجاز بيومي فهي حتى تغيير واحد ما يستقل في قد ما كان صغير مش رح يخلينا يعطينا يعني بس لوحد يعمل أي إنجاز رح يعطيه تحفيز موتيفيشن فعلا أنا قدرت أعمل هذا الشيء يخليه بعدين يقدر يعمل أكتر وأكتر لأنه الواحد دام بقول لواحد تجرب لحتى يكتشف أدراته صحيح مستحيل تعرف إلا ما جربت كثيرين يقولوني لا ما بقدر مستحيل أعمل هاي بقول لهم جربت بقولوا لي لا ما جربت طب ما فيك تحكم إلا ما جربت يعني كلنا عنا أدرات بس بتكون مخفية صحيح لأنه ما حاولنا يعني أي شيء بالحياة لازم الواحد يحاول حتى يعرف صحيح يعني ذكرت في البداية أستاذ فهد أننا نبدأ خلنا نقول بالأشياء السهلة عشان نقدر نوصل إلى خلنا نقول تغيير نماط الحياة صحيح ولكن من الأشياء الصعبة اللي يجب أن نحنا دائما ما نتحدث عنها أيضا اللي هي الوصول للوزن المثالي هاي يمكن تحقيقها نوعا ما لبعض الأشخاص جدا صعب نتيجة لي خلنا نقول الحياة وكيف من الممكن صعب أن نحنا نطبق هذه الفكرة في حياتنا كيف من الممكن أن نغير أنماط حياتنا ونصل إلى الوزن المثالي أوكي هلأ بالنسبة بدي ركز بس على الوزن المثالي لأنه كثير عالم عندهم فكرة أنه أنا لازم أوصل لوزني معين خلاص لحتى تكون على الميزان وهذا الشيء مش مظبوط يعني فيك تقولي لأنه ما في شيء اسمه كثير وزن مثالي تعرفوا أنتو عطول صحيح على هاي بلولك في عندك وزنك هالأرض بسي بالحقيقة في عوامل كثير تلعب تغييرات مثل إذا واحد عنده وزن عضل مثل إذا واحد يمكن تكون عضم عريض احتباس ماي بالجسم بالضبط فهو التركيز بدي يكون على شكل الجسم صحيح أكثر من الوزن من الرقم على الميزان لأنه ممكن أنت تطلع الميزان يطلع رقم قليل بس شكل جسمك مش متناسق فما بنا نركز أنه نوصل لرقم معين أو يكون عندنا هوس للميزان بالعكس بدينا ننسى عنه صحطنا تكون منيحة وشكل جسمنا متناسق بلأ بالنسبة لسؤالي كيف بدنا نعمل هذا الشي في تغييرات بالرياضة وبالتغذية بدنا نعملها أكيد على حسب هذه الأسئلة اللي تسأليني إياهم فيها نحكي شوي بالتفاصيل كيف طيب أنا بدخل في التفاصيل استعاد ذا فهد موضوع يعني ممكن في بعض الأحيان ممكن الشخص أنه عنده عادة سيئة ممكن تكون أكل غير صحي ممكن تكون خمول وكسل عدم الحركة كلهم يسببون يعني زيادة في الوزن ولكن في بعض الأحيان كيف نحدد الأشياء إلى عادات السلبية ونحولها إلى عادات صحية أوكي هل أكتر شيء يعني الشخص بدأت اشتغل علىه هو الشيء الأساسي هي الصحة يعني عرفت كيف لأنه بتعرف مثل ما قالت أنت غالبية الأمراض اللي عم تيجي هي بسبب قلة الحركة وسوء التغذية أو نفسيا أو نفسيا أكيد ما هي نفسية الواحد إذا مش مرتاح ما بيقدر يركز على أموره بحياته فهي الواحد بدي يشوفه شو أكتر شيء إذا غير هاي العادي رح هيقدر يتحسن أو هيقدر ضل مكمل فما في شيء اسمه الأكتر perfect diet أو نظام الغذاء المثالي هو الشيء الواحد يشوفه شو الشيء بيقدر يعمل على فترة طويلة يعني أنا إذا شيء مؤقت ما حقدر أكمل فيه حوقف وإرجع أفشل صحيح فهي عشان هيك تغييرات ديمبول تغييرات بسيطة هي حتى ساعدنا نوصل لأهدافنا ببعيدة صحيح يمكن مروة أنت ركزت على التفاصيل أنا بركز على الجانب الصعب من تطبيقها في حياتنا يمكن حتى الرياضة أو التمارين أو بعضها من الممكن أن يكون صعب لبعض الأشخاص حتى دراكنا خلنا نقول لي الخلفية الرياضية يعني في بعض الأشخاص لما يحبون هم ينقصون الوزن دايما ما تكون عندهم فكرة حملة الأوزان الثقيلة وغيرها من الأمور ما يعرفون أن المشي لنصف ساعة أيضا من الممكن أن يساعد الجسم حدثنا استاذها بعد كيف من الممكن أن نغير أنماط حياتنا بالتمارين الصحيحة في يومنا مزبوط ذكرتي سؤال كتير مهم لأنه في ناس كتير بتفكر أنه أنا لأشوف نتيجة لازم روح سبعة أيام على الجم وضلني ساعتين وأهلك حالي هذا شيء مش مزبوط مثل ما قالت فيه شيء يعني ساعة حيادر أربعين ديئة بعدين حيصير ساعة فالتغيير لنمط الحياة أو لو يوصل للواحد اللي ينقص وزنه ديام تغييرات بالرياضة وبالتغذي فهو بدي شوف كيف قادر بيوم يتحرك أكتر هي أهم شيء يعني مور ستبس مثل ما تعفو تلفوناتنا عنا ستبس فعنا كيف حياتي قادر يتحرك أكتر وبتختلف كل واحد على حسب ما قادر يعمل ما في شيء أنه قاعدة أنه لازم أعمل هيك لازم أمشي ساعتين لا أنا كل واحد مختلف في حياته أنا قادر واحد قادر يطلع يمشي بره واحد قادر يطلع عنده مثلا ابنة تتمشى معه بس أهم شيء الواحد يشوف كيف بيوم قادر يزيد حركته صحيح أستاذ فهد يعني في بعض الأحيان ممكن يكون أشخاص حولنا شوي يمكن ما يساعدهم بموضوع إنقاص الوزن وفي بعض الأحيان ممكن العديد من الأشخاص يلتزمون بالذهاب للصالات الرياضية بس يمكن يكون وزنه مثالي بس هو حابب يسوي رياضة أكثر صحيا وعلشان أنه لايف ستعل ولكن أشخاص اللي أنه أنت لش تلعب رياضة أنت جسمك مو بمحتاج رياضة أنت جسمك مثالي روح كله نام صح ففي أشخاص محبطين حولنا بهذه الطريقة كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص المحبطين اللي ممكن في بعض الأحيان يحولون دون خسارة الوزن أو يحولون لزيادة الوزن إذا كان الشخص صحي نعم هلا الناس محبطين بحياتنا موجودين تعرف أنه صاروا كثير يعني لأنه ممكن ماك في كثير ناس غير ناس اللي بتحبك عن جد بل تشوفك عم تعمل شي مني عم تتحسن بأي أمور بحياتك إن كان عم بالنحة الصحية أو الرياضية أو بأي أمور تاني بشغلي هلا أهم شي هول كيف نتعامل معهم الناس اللي بحوطين بيقول لك شغلي عنهم أنه هني بيقللوا بالشخص أو بيقللوا أشياء سلبية لو يحسوا حالهم هني أحسن أنه هني بيكون عندهم نقص الهتكيف ما بيكونوا وسئين من حالهم فلازم نأخذ هذا الحكي لتحفيز شي حفزنا نحنا أنه نسبة العكس وهمش نسبة لحالنا صح أنه في أشخاص ممكن أن الكلام المحبط ممكن أن بالعكس ينزلهم تحت يتعبون أكثر هني بدهم يعرف كيف يتعاملوا مع المشكلة بدهم أول حال كيف نحنا من قوي جسمنا بس نروح على الرياضة نفسنا شيفين قوي عقلنا أنه العقل هو الأساس اللي يتحكم بالجسم يعني إحنا بس نتخطى أي مشكلة بسرعة رح منعود حال عن نصير أقوى فهني يعني بدهم أكتر يكتشفوا حالهم يعرفوا قدراتهم يعرفوا أنه حكي العالم أنا مش ما بيمثلني يعني يمثلوا نفسهم يعني لأنه كل واحد بيعرف حاله وليس ما بيعرف أنا بشو قطعت بحياتي بشو عنات لو قدرت أنا وصل لها المرحلة أني نروح على الجيم يعني الواحد بيقطع بكتير فبدو الواحد يقوي حاله مع الفترة ما يهتم لحكي الناس بأي شيء بحياتنا لأنه هذا الشيء ما بيمثل يعني كل واحد حكي يمثل نفسه صحيح يعني على تأثير الأشخاص حولنا يعني أنت كان لك أستاذ فهد خلنا نقول مساعدة للمشاهير في تغيير أنماط حياتهم كيف من الممكن أن هؤلاء أيضا المشاهير غيروا أو حسنوا من أنماط حياتهم وأيضا أثروا على القاعدة الجماهيرية التي كانت تتابعهم مضبوط أنا عملت مع كذا حدا من المشاهير ومن الجوال المردنيان هي تأثير كتير قوي لأنه هي مؤثرة يعني أي حدا مشهور مؤثرة على السوشيال ميديا فمهم أنه الواحد تكون عم تستغل هذه المنصة السوشيال ميديا لشيء إيجابي يعني بوقتها بس طلعنا أنا وياها بلاش نخذ فيديوهات رياضة ويعم تعملوا رياضة كتير وصلها مسيجات أنه بلشوا يعملوا تغيير لأنه هنا في كتير عالم يشوفوا أنه قدوة إلن يعني هي عم تعمل هيك يعني عم دائما بتنصحهم بأسس وهي كتير عفوية وكتير إيجابية فتأثير السوشيال ميديا إذا واحد عم يستغله بشكل مصبوط العالم كتير يعني حتى أنا على السوشيال ميديا عندي كمان بحط كل هالمراضية فكتير مهم أكيد وبيأثر بشكل إيجابي على العالم بما أنه دربت العديد من المشاهير هل المفروض النساء أنه يبنون عضل أو أنه بس يخسرون وزن دائما بنصح أنا الاثنان لأنه حتى بنات بيفكروا بيقولولي أنا ما بدي ابني عضل ما بدي عندي عضلات مثل الرجال صحيح بشكل رجولي شكل الأنوسي عندي وشي بالحقيقة أنا بقولهم أنه التمارين فيها أوزان للبنت حتى أهم من الشباب لاش لأن البنت تسع أنه تشد جسمها دائما بيقولك أنا بدي جسم مشدود فالجسم المسدود بيجي بس ببناء العضل لأنه تحت الجلد بيجي العضل أوكي ووعدين بيمسك على الجلد فأنت ما فيك تشد جسمك إذا ما بنيتي عضل والبنت مستحيل تبني عضل مثل الشباب لأنه هرمون تستستيرون مسؤول عن بناء العضل بيفرز بنسبة قليلة فما يخاف الصبايا أنه يحملوا أوزان أو شي بالعكس هذا الشي رح يعطي جسم متناسق لهم يعني نمط الحياة يعني إحنا حياتنا كلها تغيرت بمجرد انتشار خلن نقول الجائحة يعني ما عرف من خلال عملك استفاد مع المشاهير ولا غيرهم من الأشخاص هل من الممكن تغير نمط الحياة أصبح أصعب مع وجود الجائحة مع خلن نقول تقليل خلن نقول الأفكار اللي موجودة وتقليل التطبيقات اللي موجودة هل أثر عليهم بالطريقة السلبية ولا كان أفضل اللي هم من ناحية طبعا الصحة والجسوم غيرها من هذه الأمور بسبب الجائحة لصارت الكورونا في عالم بالعكس كتير قدرت الصحة المهمة قدرت صحتنا لأنت شايفين أنه تأثير وشو عم يصير بالعالم فالناس لأ صار تعرف أنه قدرت كتير ناس كانت تهم الحالة لأ بتركز على أمور تاني بس لأ صار تعرف لأ الصحة مهمة فبتعرف بوقت كورونا كتير ناس تعمل تمرين بالبات استغلت هذا الوقت يعني القاعدة فيه وصار العكس في ناس نصحت وهيك وأحملت حالة بس في ناس كتير تقدرت أنه قدرت مهم الصحة وصارت تصقف حالة وتعرف أكثر وتعمل تمرين بالبات لأنه صارت قوي منعتها والمناعة كتير مهمة لحتى كمان حارب كورونا يعني تعرفوا الناس إذا واحد مناعته قوي وصار معه كورونا بيتخطها بسرعة صار معي قبل ما تخافوا قبل مش هلا يعني من زمان صار معي وشن مناعتي قوية تعفيت مننا بسرعة يعني الحمد لله فكتير مهم أنه الأكل الصحي وشن منفوت على جسمنا رح يقوي لها مناعتنا من أول جسمنا بالرياضة لحتى نتفادى أي يعني الله يستر ما يصير بعد شي بعد كورونا أكثر من هلك لا الله يستر إن شاء الله ما في شيء بإذن الله ما في شيء أستاذ فهد يعني في بعض الأحيان فعلا يقال بأن نمط الحياة الصحي يؤدي ويعني يصنع من الشخص من شخص يمكن عادي يصنع شخص ناجح خبرنا أكثر عن هذا الموضوع كيفية التركيز فعلا على أن الشخص يصبح صحي ليصبح في حياته ناجح مزلوط هذا شيء دائما بحكي عنه أنه الناس ما بدأت تفكر أنه الرياضة والأكل الصحي بس شكل جسم خسارة وزن مثل ما كانت تفضلتي وحكيتي أنه ممكن أثر على الشخص يخليه ناجح بكتير أمور بحياته لأنه أنت بس تصير مرتاحة مع حالك ومع شكل جسمك رح تصير عندك ساعة أكتر وهذه الساعة رح تأثر على كل أجزاء في حياتك رح تنعكس بشكل إيجابي على شغلك حياتك الشخصية لأنه أنت يعني بالحياة بدنا هالقصص بده الواحد يكون عنده صبر بده يآمن بحاله بإداراته حتى يوصل لشيء اللي بده فالواحد بس يعني أنا أحكي لكم عن تجربة أنا بس أنه فت بهذا النمط الحياة بهذا المجال أثر بشكل حياتي بشكل إيجابي بعض الأمور بحياتي أنه الواحد يشير عنده أكتر سأب حاله أكتر أنه بيآمن أنه بيقدر أنا يحقق أصص أكبر بحياتي صحيح أكيد لهذا الصباح نحن نوعدك أنه نحن نحاول بشطة الطرق أن نحافظ على نمط الحياة ونصبح صحيين أكثر يعطيك ألف عافية ونورتنا لهذا الصباح لأستاذ أكيد فهد القصاص أخصائي تغيير نمط حياة يعطيك ألف عافية ونورتنا شكرا كتير على الصباح